السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثاني في مادة تربية الاسلامية سنقوم بحل .... لأن الرقم الأول من أركان الاسلام الثلاث هي ركن الأول من حكل إسلام خطأ لماذا؟ لأن الركن الأول من حكل إسلام هو الشهادة الثاني الجديد الشهادة الثاني إقام الصلات إقام الصلاة هو الركن الثاني وليس الركن الأول المسلم طاهر الوضوء يجعل المسلم طاهر جيد صحيح التكبير من حركات الصلاة نعلم أن حركات صلاة هي تلاتة القيام، الركوع، والسجود كلها حركات صلاة القيام، ركوع، السجود بينما التكبير ليس من الحركات إنه من الأقوال خطأ التكبير ليس من حركات الصلاة الله تعالى ليس له أب ولا أم ولا أولاد ليس لله تعالى لا أب ولا أم ولا أولاد شيء صحيح الوضوء يكون قبل الصلاة شيء صحيح نتوضع ثم نصل الوضوء قبل الصلاة نراجع الصلاة يركن الأول من أجل الإسلام خطأ الصلاة يركن الثاني الوضوء يجعل المسلم طاهرا صحيح التكبير من حركات صلاة خطأ التكبير من الأقوال من أقوال الصلاة الله تعالى ليس له أب ولا أم ولا أولاد صحيح الوضوء يكون قبل الصلاة صحيح نتوضع بعدها نصل التمر الثاني اذكر ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى لدينا الله سبحانه وتعالى لديه 99 اسما نتكب ثلاث أسماء الله تعالى جيد الأول هو أحسنتم الخالق الخالق اسما من أسماء الله الحسنى لدينا كذلك جيد الواحد كذلك لدينا الغازق جيد الغازق كلها ثلاث أسماء ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى الخالق الواحد الغازق يوجد أسماء أخرى كذلك نلتقل إلى الثالثة وحدد عدد ركعات كل صلاة لدينا صلاة الصبح الظهر العصر والمغرب والعشاء مطلوب كل صلاة نذكر نكتب عدد ركعات الصلاة الصبح جيد ركعة ثاني مصلي بصلاة الصبح ركعة ثاني معناه اثنان الظهر جيد أحسنتم أربع ركعات صلاة العصر كذلك أحسنتم أربع ركعات لدينا الصلاة المرة بعدها أحسنتم كذلك ليست أربع إنما جيد ثلاث ركعات ثلاث ركعات العشاء أحسنتم أربع ركعات نراجع عدد الركعات في كل صلاة الصبح صلاة الصبح ركعات ثاني صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الإشاء أربع ركعات رابعا أكمل الآية الكريمة لدينا آية لكمل الآية قال الله تعالى آية على الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا اكتب فرغ خسلوا وجوهكم وجوهكم حسنتم وأيديكم أيديكم حسنتم إلى المرافق رجع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم رؤوسكم وارجو لكم وارجو لكم إلى الكعبين وارجو لكم وهاكذا انتهينا من حل اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة